بعيدا عن مجالات العلوم والاقتصاد وقريبا جدا من أزمات عالمية تهدد حياة البشر ومستقبلهم يعلن الذكاء الاصطناعي عن قدرته بقوة على التنبؤ بالمجاعات حول العالم وأزمات الغذاء وذلك بعد أن تمكن فريق البحثي من معهد كورانت للعلوم الرياضية التابع لجامعة نيويورك الأمريكية تمكن من ابتكار منظومة جديدة تعزز لدى الذكاء الاصطناعي هذه القدرة على بناء معطيات مختلفة وفقا للقائمين على الدراسة فإن المنظومة الجديدة يمكن أن تساعد في تحديد أولويات توجيه المساعدات الغذائية الطارئة إلى المناطق الأكثر عرضة للأزمات الغذائية وتمثل تحسينا للآليات المعمول بها حاليا في هذا الشأن هذا النهج العلمي الجديد يحسن إمكانية التنبؤ بأزمات الغذاء قبل حدوثها بقرابة 12 شهرا وذلك اعتمادا على تحليل التقارير الإخبارية اليومية ليس هذا فحسب بل ويستطيع رصد أيضا عوامل مخاطر حدوث أزمات الغذاء التي تظهر في المقالات الإخبارية قبل حتى أن تصبح ملحوظة من خلال الإجراءات التقليدية المعمول بها الفريق البحثي جمع أحد عشر مليون مقال وتقرير إخباري تتركز على أزمات الغذاء في قرابة أربعين دولة خلال الفترة ما بين العامين الف وتسعمائة وثمانين والعام الفين وعشرين وقاموا بتطوير منظومة حوسبية لاستخراج العبارات والتعبيرات التي ترمز لأزمات الغذاء ثم قاموا بتوظيف هذه النتائج للتنبؤ باحتمالات حدوث أزمات الغذاء والمجاعات في المستقبل هذا الإنجاز يفتح الطريق واسعا أمام أو وفق ما يعتقد فريق الدراسة طبعا يفتحه لإمكانية استخدام المنظومة الحوسبية ذاتها للتنبؤ بأزمات أخرى مثل تفشي الأمراض والأوبئة أو تأثيرات تغيير المناخ في المستقبل